اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بحيث لا يضر بنفسه او اسرته فعليه الاخذ من الدنيا مع الاعتدال والقناة والابتعاد كل البعد عن التعلق بالدنيا لان حامل القرآن اعلم الناس بحقارة الدنيا وفتنتها وصرعة زوالها وكثرة تعبيها ونصبها فهي احق بعذب الالتفات اليها نعم لذلك في الحديث حديث ابي هريرة حديث ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة ان اعطي رضي وان لم يعطى سخطا تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش شرح هذا الحديث الشيخنا الحديث تعس عبد الدينار تعس الرسول دعا عليه مدام اتخذ الدينار والدرهم معبودا له من دون الله نعم مش معنى معبودا يعني يسجد لدرهم الدينار لا يحبه كما يحب مولاه وخالقه كما يحب خالقه عز وجل ولاه المسأة الاعلى في كل شيء فمحل الشاهد الرسول يدعو عليه بالتعاسة وبالشقاوة وبعدم البركة مدام اتخذ المال او الدنيا معبودا من دون الله عز وجل والخميصة والخميلة نوع من السياب منها الرقيق ومنها السخين ومدام هيتطلع الى متاع الحياة الدنيا مش هيخلص يعني صدق الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد بن الزهب لابتغى له ثانيا الله ولو كان له الثاني لابتغى له ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب دعم حسنا الشاهد المفروض من منطلق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عليه الصلاة والسلام فالشاهد مفروض معلم القرآن بصفة خاصة والمعلم بصفة عامة أي علم من العلوم سواء دينية أو غير دينية مفروض يكون مسألة أعلى لأسرته أولا قبل أن يكون مسألة أعلى لطلابه ثانيا وإلا لو كان الكلام اللي بيكونه في الدرس أو في الحصة أو في اللقاء أو في المحاضرة يختلف تماما عن سيرته في البيت نسأل الله السلامة إذن ده يؤدي وظيفة بقى مش بيؤدي عمل دعم لا بيؤدي وظيفة والغرم فيها أكثر من الغن أيوة الغرم بالغن نعم الغرم فيها أكثر من الغن لأن الغن من العمل الدنيوي قد يكون أكثر من العمل الديني قد يكون نعم فكونوا يخسر العمل الديني ويأخذ أجر بلا مقابل أو له شخصيتان شخصية في البيت عض تماما على الدنيا وعض على المال ويضيق هناك أهله ويجعل لهم يتمنون وفاته من شدة التضييق عليهم سلم يا رب وهناك في اللقاء عموما كأنه بذكرنا بالحسن البصري أو إبراهيم بن أدهم أو فلان أو فلان أو فلان وقديما قالوا في الأمثال العربية السائرة يعني المنتشرة باب النجار مخلع نعم يعني هو لو كان نجارا فعلا يتقن العمل في البيت ويتقن العمل خارج البيت أحسنت لكن بالصورة هذه أقرب ما يكون إلى المنافقين وهم الذين حسوا نظاهرهم عن باطنهم أذكر أن شيخنا الشيخ عبد الحليم محمود عليه رحمة الله عليه رحمة الله درس لي سنة 69 إن شاء الله أنا والزمل يعني فكان يأتيه بعض الإخوة فيقول له بسر كده يناقيه أنا محتاج كذا وكذا كذا فالشيخ عليه رحمة الله يخرج الحافظة وعطاله يقول له خذ ما تأخذ ورده للحافظة يعني محدد له شيء معين الله هو أكبر وسمعت عن شيخنا الشيخ عبد العزيز عبيد كان عبيد دوصول الدين في السبعينيات الأولى كان يخرج سلس راتبه كل شهر وشاء الله هؤلاء يعني يجوزوا لنا أن كل أولئك الذين هدى الله فبهده مكتد يعني أكتد بالأنبياء المرسلين ثم بالصالحين ما تعلقوا بالدنيا شيخ هذا ليس معنا الكلام إن الإنسان يعني الحديث يحب أحدنا أن يكون ثبه جميل ونعله جميل لا حرج في ذلك لا حرج ولكن دون تعلق قلبي نعم بل إن النظافة والرقي في الملبس يعني دا من صفات النبوة وإن الله يحب أن يرى أسر نعماته لعب أحسن لكن لا يكون شغله شاغل أن السوب الفلاني أول ما يطلع لبسه فلان ما تبقى أشغاية آه ما يكونش غاية كده هي غاية نعم لكنها وسيلة 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 وخير الأمور أوساطها أحسن كذلك جعلناكم أمة وسطها في بعض الأمم السابقة عضوا بالنواجز على المال حتى خسروا الدنيا والأخرة هلكوا والبعض عض على الرهبانية والبعد عن الدنيا حتى هلكوا نريد أن نعض على الكتاب والسنة نعض على الكتاب والسنة والنتيجة حسنة في الدنيا وفي الآخرة نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا كان يفتح على الإطلاق اللي طوله يجمعه وأحسن لكن وأحسن كما أحسن الله وليك تضمن أن الجانب الدنيا وفي إطار الدين فيه منظم وفيه إطار بيعمل من خلاله وهذه هي الوسطية الاقتصادية والدينية والمعرفية والعلمية وهكذا لذلك شيخنا ضريبة العلم مع الأقارب والأرحام والجران لابد أن يكون لهم حقوق وهذه الحقوق حقوق باع علمية يعني ما ينفعش بأحد في أسرته لا يحسن قراءة الفاتح وهو موجود أو من جرانه لابد من عمل لقاءات مع الأهل والجران مش أنا بعمل أعلم الناس برا وسائب أهل بيتي وأقاربي وأرحامي وجراني لابد من عمل لقاءات تعليمية توجهية لأرحامي دون صحيح ويأخذ بأيديهم إلى طريق التحلص من الركون إلى الدنيا أي أحسن يعني أقول له موضوع كذا سلبي وحل في الإسلام كذا موضوع كذا إيجابي وتنميته في الإسلام كذا موضوع كذا لائق موضوع كذا غير لائق تصدقونني خير تشقون في كلام يقرأوا كتاب كذا أو يسألوا الشيخ فلان أو يسين أو صاد يكون قد أقام عليهم الحجة بهدوء ده كذا فيش تكبر كمان لا الحمد لله يعني بقيم الحجة بإقناع بإقناع نعم والنزول لمستواهم الفكري والعلمي وليس بالتكبر وهو كذا لا يجوز وحرامه ليس بعيب أنه يمتهي الإنسان أي مهنة ما فيش حاجة اسمها أنت عاوزني أنا أشتغل كذا كذا أهي عاوزني أنا كذا كذا ساوي بنقشين أنا خير منه نحن نسأل الله سلم يا رب والله أنا شفت بالشيء يذكر وكل نيابة كنت ذهبت إليه أنا وبعض الزملة لرفع مظلمة عن الزميل ما شاء الله رفع مظلمة عن الزميل نعم وقال الحمد لله حتى تكون الشهادة شهادة حق أنا لمس المظلمة رأيتها للزميل فقال لي أنه روح لفلال أو روح ناله محل الشاهد أن الواحد لا يستنكف من أي عمل حتى لو كان عمل لا يباشره إلا الدون من الناس اللي هو ما فيش حاجة خالص فروح ناله المحكمة في شرع الجلاء وقال تعالوا لي بكرة العصر أو النهاردة العصر في البيت روحنا لبيت لدينا والده رجل كبير رحم الله الجميع نعم والمحل فيه يعني أشياء لا يبيعها إلا الدهماء يعني الناس غير المشهورة ومعندهش أي حرفة يبيع أشياء بلا استكاف وأشياء كذا أشياء بسيطة جداً وكل اليابة واقف مكان والده عشان يستريح في القيلولة وهو يقوم بهذا العمل م شاء الله دي الدليل عنه هضم نفسه ما جعل لهذا حساب أصلاً الله أكبر لكن واحد بيتحرك العنق كده بيحركه بحساب على سسبة زي رمسيس أو تحتمس أو كده منشي منشي وفيه ناس كتير جداً بتفخر بعصر الفراعنة لعصر الأوسان عن الفتح الإسلامي نسأل الله السلامة بقولنا احنا حضارة سبع تلاف سنة حضارة وسنية سلم يا رب نسأل الله السلامة نعم مفروض يفخر بالفتح الإسلامي اللي ناكل كثيراً من الناس من الضرمات يجالفوه نعم محسنت كذلك معلم القرآن لابد أن يلزم نفسه بر والديه نعم فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما نعم يخفض صوته عندهما نعم ويبزل ما له لهما نعم حتى لا يتناقض الخلق نعم يبه هو يعلم ويقرأ ويحفظ القلاب وقدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين أحساناً هو عاقل ولديه في بيته نعم هذا التناقض نعم وهذا هو عفاكم الله هو النفاق كذلك نفاق أحسن يعني مفروض خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي نعم بقدر مستطاع يتق الله فيه في التعامل في الكلمة في الصوت في الأداء في الرفق خاصة كبار السن يحتاجون إلى مزيد من الرأفة والرحمة وهكذا لكن معلم القرآن مفروض مسأل أعلى في البيت ومسأل أعلى خارج البيت نعم هو ده المعلم الحق نعم كذلك شيخنا يصر الرحم ويكره القطيع نعم من قطعه قطعه لم يقطعه نعم ومن عصى الله فيه هو أطاع الله فيه نعم ده المعلم الحق نعم حتى من قطعه يتحمله لوجه الله عز وجل من الأرحام أو من زوي الأرحام حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل أي العمل أفضل فأجاب أجيبها متنوعة أجاب كل شخص بجوانب التقطير اللي عنده نعم حسن يعالجها فقال لأحدهم لما سألوا أي العمل أفضل قال أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك الله أكبر نعم لا يتحمل هذا الكلام نعم إلا قلب سليم نعم يعني لا يطبقه ولا يعمل به إلا قلب سليم نعم وقد أفلح من زكاها وقد خاب وقد خاب من أساء نعم لذلك يكون عنده حسن المجالسة لمن جلس معه من أرحامه وأقاربه نعم فالقرآن والسنة يؤدبانه معلم القرآن القرآن والسنة فيهما كل خير أحسنت ويحذراني من كل شر نعم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما رأيت شيئا يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به وما رأيت شيئا يباعد بكم عن الله إلا وقد حذرتكم منه وما رأيتكم عنه نعم حسن الكتابة السنة فيهما كل شيء لصالح البشرية بالكامل بل ولصالح الجن الله أكبر المؤمنين يعني نعم وبالتالي لا يرضى المعلم القرآن أن يكون متناقضا أو له شخصيتان نعم شخصية في مجلس الدرس وشخصية في البيت مختلفة الله المستعاد نعم نسأل الله العافية للجميع ربنا ملك فيك شيخنا الحبيب يعني انتهى وقت اللقاء نزاكم الله خيرا وبرك الله فيك وإياكم بصلا نجعل هذا العمل في مزال الحسنة وإياكم إن شاء الله أحبتي بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك سلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا للمشاهدة